عقد وجهاء وشيوخ محافظة الكرك وممثلوا فعاليات شعبية اجتماعا في دار المحافظة لبحث تداعيات الاحتجاجات بسبب قرر الحكومة المتعلق بافتتاح مجمع سفريات الكرك الجديد وتم الاتفاق على تأجيل افتتاح المجمع لحين وضع دراسة تفصيلية تضمن حق المواطن والتاجر والمشغل مؤكدين في الوقت ذاته على عدم قبولهم بأي أو بأي من أشكال التخريب أو تعريض الممتلكات العامة للتخريب رئيس مجلس المحافظة أكد على ضرورة التحاور والتشاور مع كافة الأطراف للوصول إلى حلول ناجعة تكفل إنهاء الأزمة بدورها أكدت غرفة التجارة أنه تم التوافق مع كافة الأطراف على تأجيل افتتاح مجمع إلى حين عقد اجتماعات مع كافة الأطراف نحن لا نقبل على الحرق ولا نتاح على حرق الممتلكات والمهمات نحن مع المواطن ونفس الوقت مع حيبة الدولة اجتمعنا كل وجهاء الكرك اليوم وكان الإجماع قاطبة إننا مع تأجيل نقل المجمع حتى توضع دراسة تفصيلية ما يتضر لا في المواطن ولا في التاجر ولا في المشاغل الخط أي عمل بيكون فيه سرعة في التنجاز بيكون فيه أخطاء كبيرة جدا المجمع فتح أكثر من مرة ولكن للأسف كان خارج الناس المسؤولين عنه لا التجارة بدروا عنه ولا للنقل ولا البلدية اتفقنا عما باقي المجتمعين على أن يتم تأجيل فتح هذا المجمع لحين عمل دراسي وافي كافي لمكان هذا المجمع وحتى لا يضر بالأطراف التي ممكن أن تتضرر من هذا المجمع كتجار كأصحاب عقارات والمشغلين للباصة واتفقنا أن يتم التأجيل لحين عقد اتفاق وجلسات متتابعة لحل هذه المشكلة